السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بأكمل معاكم في محاضرة جديدة من محاضراتنا لما ساق لغة برمجة عملي 2 طبعا احنا خلال المحاضرات الماضية بدنا في موضوع Graphical User Interface GUI بدنا وحكينا انه بالنسبة للGUI انا اول حاجة لازم اجهز عندي frame اللي هو اطار عمل انا اشتغل عليه فكنا حكينا عشان نشتغل على frame ونجهزه وحكينا انه انا بعمل object من الclass اللي اسمه gframe وحكينا بنضيف كل component تبعتنا وبنشتغل فانا عشان ازبط الشغل وارتبه اكتر واحط الفريم تبعي واعمل تعديل عليه رح اعمل class اسمه myframe وخليته يعمل وراثة من class اللي اسمه me gframe تمام بعدين حكينا انه هذا الفريم جهزنا الاعدادات تبعته size والامور كلها بعدين قلنا انه في عنا container ال container الحاوية اللي بتحتوي على component اي component انا بدي اضيفه ولازم ينضاف على هذا ال container تمام وحكينا من ضمن ال component اللي اشتغلنا عليهم اخدنا ال label انه كيف يظهر ال label في كلام ونعمل object من ال class اللي اسمه g label واخدنا text field واخدنا password field وال text area وال shake box الان ضل عنا two component بنا نشرحهم في هاي المحاضرة فحنحكي على موضوع الجي combo box الان الجي combo box هو عبارة عن drop down list في بعض المواقع بتلاقوا انه في عندي هيكا زي هيكا مستطيل وهنا في عنا مثلس على الجانب مجرد ما تضغط عليه بتنزلك قائمة فيها ايش كلم وانت بتختاري منهم فهادي حاجة اسمها جي اسمها combo box تمام خلينا نيجي نعمل هذا ال component فانا حتى اعمل هذا ال component متعودين بنعمل object من ال class اللي اسمه g combo box بالشكل هذا cb1 مثلا يساوي new g combo box بالشكل هذا تمام الان الجي combo box هذا حيطلب import انا كي نعمل له import خلينا بس احزف الجي combo box عشان افرجيك انه حيطلب منا import لانه موجود في مكتبة لسوين حاجة هنا هايو هيحكيلي في عندك error محتاج import الان نيجي نشوف ال constructor تبعت الجي combo box في الجي combo box في عندنا ال constructor يا اما constructor فاضية ما فيها اي حاجة او في عندنا constructor بتاخد اي بس مصفوفة بالشكل هذا واسمها item ففي هذه الحالة create a g combo box that contains the element in the specific array يعني انا في عندي العناصر الموجودين داخل الجي combo box هيكونوا هم عبارة عن عناصر موجودين داخل المصفوفة الايها دي ايش معناها اي data type مثلا انتجار string مثلا object وهاكذا فانا عشان امرر العناصر لا الجي combo box هروح حطهم في مصفوفة من نوع string واسميها name تمام string names هيك المصفوفة بنعرفها string data type اقواس المصفوفة وبنحكي names اسمها وهي ال element اللي موجودين داخلها في عندنا علي تمام في عندنا مثلا عمر بالشكل هذا وفي عندنا مثلا روا تمام طيب عرفنا المصفوفة الان اموري تمام بدي ااخد هذه المصفوفة وامررها لمين لا الجي combo box طيب الان الجي combo box هادي مش هتظهر معي على الشاشة ليش لازم اضيفها على الكنتينر كيف بنضيفها على الكنتينر بنعمل sc sorry dot في عندنا دالة اسمها add بتاخد component وبأحط هذا الكنتينر ونيجي نعمل run file على المين بالشكل هذا هاي run file هاي شايفين هاي ال drop down list هايها الجي combo box وهيني انا باخطار زي ما بدي زي ما انتوا شايفين طيب الان بالنسبة ل الجي combo box هادي اول حاجة بيحكي لي انه موضوع selected شوفوا لما انا اجيت اعملت run هو by default ها شوفوا بدي اعمل run هاي دا اجي اعمل run file هو by default بيختار اول element انت ضفتي اول element انت ضفتي طب انا بدي اخليه يختار مثلا اول ما افتحه اعمل run ان ال application تبعي بدي اخلي مين يختار مثلا العنصر او يطلع لي يخلي انه القيمة المختارة هي عمر تمام فحاجة هنا بكل بساطة هعمل بالشكل هذا في عنا cb1 في عنا دالة اسمها set selected هاي ها شوفوا dot set selected في عنا set selected index اللي هي بتاخد الموقع تمام يعني مثلا تحطيه لانتجار انه هو الموقع رقم واحد الموقع رقم اثنين او selected item من هو ال item اللي بديك تحطيه وهي بتاخد object من فلو انا اجيت حكيت انه في عنا selected item من هو ال item اللي انا بدي اضيفه بدي احكيله مثلا من عمر طبعا العمر هذا هو عبارة عن object من اللي اسمه string صح طيب نيجي نعمل run file مين خلت اول واحد مختار اول ما اعمل select اول ما اعمل run application هو من عمر تمام طيب الان في عنا ممكن انا استخدم حاجة اسمها هاي ها نستخدم set selected مين selected معناها من اسمها انه مين المختار تمام مين اللي انا اختاره اول ما اعمل run في عنا set مثلا index نختار set selected index ماشي واحكيله هاتلي مثلا اللي موجود في ال index رقم اثنين مين حيعمل select عمين تتوقعوا خيرنا بس اجي اعمل كمت لهاي مفروض يجي يعمل select لرواق صح لانه هي اللي موجودة في ال index رقم اثنين تمام طيب هاندي اجي اعمل run هاي عملها ايش selected طيب في عنا ممكن انا احط بالشكل هذا احكيله انه هاتلي اللي هي cb1 dot get item count هاتلي انه اعدل العناصر الموجودين داخل اللي استهادي وهاتلي العنصر الاخير مثلا حاجة اعمل run file هاي عملت select لاخر عنصر موجود عنا عدتهم والcount تبعهم هتعد 1 2 3 هتحكيلي 3 ناقص 1 هتجيبلي اللي موجودة في ال index رقم 2 تمام واضحة الامور لحتى الان طيب الان في عنا خاصية هذي هحكي عنها بس هنستخدمها لقدام اللي هو في عنا .get selected item selected item او selected index الان لو انا بدي اياكي مثلا مجرد ما تعملي action معين انه مثلا لو ضغط على الزر تمام حيختار يعني انا بدي اختار من drop down list هذي من الكمبو بوكس الموجودة عندي بدي اختار منها وبيدي اياكي تعرضيلي القيمة اللي انتي اخترتيها تمام فحنحكي له زي ما عملنا set معناها انه حط قيمة والget ايش ما لها معناها بترجعلي فهادي get هترجعلي مين القيمة اللي انا اخترتها ماشي هذي حنشتغل عليها لما نيجي نعمل action على الجي كومبو بوكس واضحة الامور لحتى الان هذي مش هتلزمنا هالجيت هنحتاجها بعدين زي ما انتم شايفين موضوع الجي كومبو بوكس مش صعب ايو يعني انه عرفنا object من الكلاس اللي اسمه جي كومبو بوكس وبدأنا نحط البروبراتيز و الخصائص زي ما بدنا طيب خلينا نروح لالكومبوننت التال الأخير اللي بنا نحكي عنه من ضمن الكومبوننت هو فيه عنا list وفيه عنا اشياء كثيرة لسه درو تقريبا اكتر اشي عنا مستخدمين تمام الان لو انا في عندي radio button عارفيني radio button ايش يعني radio button بكون زي هيك بالشكل هذا هاي كون دائرة بالشكل هذا مثلا للجندر للجندر حدي دي mail or في mail مثلا هاي كده تعمل الشيك على واحد منهم فقط واحد المسموح لإلي اني انا اعمل الشيك عليه اما بالنسبة للشيك بوكس بمكن اعمل الشيك على اكتر من اشي الشيك بوكس كان كده هيك مربع بامكانك تعمل الشيك على اكتر من اشي تمام الان خير يجي نعمل الobject هذا نعمل الكمبوننت هذا فحاجي اعمل object من الكلاس اللي اسمه جي ريديو بطن الشكل هذا اسمه R1 مثلا يساوي new جي ريديو بطن طيب تعال نشوف الكنستركتور تبعت الجي ريديو بطن هفتح على جوجل وهيني انا باحثة على الجي ريديو بطن اكلاس والدوكيومن تبعته ننزل تحت على الكنستركتور ممكن ياخد فاضي ممكن ياخد action في عنا ايكون وفي عنا ممكن ياخد ايش string text هادي بتشوفوا الريديو بطن بكون الو جنبه هيك اسم بكون الو جنبه يعني ناص صح فممكن تحطي الناص عن طريق الكنستركتور او ممكن تحطيه عن طريق مين set تيكست وتحطي القيمة تبعته تمام فانا هانا بدي ااجي احط مثلا الناص طبعه انه خليني احكي mail الشكل هذا تمام وبيدي ااجي اعمل import للكلاس اللي اسمه جي ريديو بطن تمام طيب الان بدي ااجي اضيف هذا الريديو بطن على الكنتينر حتى اشوفه فبعمل dot add component وباحكي انه ضف لي r1 على الكنتينر وحاجة هنا اعمل run file ونشوف ايش اللي صار عنا هاي شايفين هاي في عندي ريديو بطن طيب الان هاي الميل هادي ظهر لي اياها جنب مين جنب الريديو بطن بدي اضيف كمان g radio بشكل هذا هاخد هذا الكود ايو ناخد التنين هدول وبيدي اضيف كمان radio بطن واخلي اسم القيمة تبعته هانا بدي استخدم الكونستركتور الفاضية تمام واعطي اسم هانا رقم اثنين واحكي له النص اللي موجود جنب الريديو بطن بدي اعطي ايا عن طريق مين الدالة اللي اسمها set text تمام واحكي له انه هذا في mail اوكي واضيف الريديو بطن اثنين على مين على الكونتينر وحاجي اعمل run file الشكل هذا الان هاي mail وهاي في mail بضغط هيك هاي بعمل select وبضغط هيك بعمل select طب هو هيك صح انه بنفع انا اضغط على قيمتين هل بنفع في الريديو بطن اضغط على قيمتين في الشيك بوكس بنفع لكن هانا ما بنفعش ففي عنا بحكي لي حاجة اسمها اللي هي button button group انه هدولة الريديو بطن اللي موجودين عندك روح يحطيهم في group تمام والان هاده ال group هي حصير خلاص تخليك تعملي بس selected لعنصر واحد فحاجة اعمل حاجة اسمها button group هايها بالشكل هذا هاي ننضيفها مثلا في عنا class اسمه button group تمام هحكي له مثلا عندنا group واحد هادي اسمها بدي يساوي بس نعمل هيك فراغ وهاي الاسم عادتا اعمل new button group هعمل فاصلة منقطة الان هادي بدها import هعملها import طيب الان انا في عندي radio button واحد وفي عندي radio button اتنين فبدي ايش اعمل بدي اضيف هدولة ال radio button اللي موجودين عنا على هادي ال group فباجي بعمل واحد كيف عملتها هادي رحت انا اعملت group بالشكل هادا هاي ها button group وضفت radio button الاول والتاني على هادي ال group زي ما شفنا بنحطه في داخل group وبعدين ال element اللي موجودين اللي هما radio button اللي عندي لو كان عندي 3 4 5 باجي بعمل ال group هادي وبعملها dot add وبأضيفهم داخل ال group طب لو انا بدي مجرد ما ااجي اعمل run لالapplication تبعي تمام بدي ايه يختار لي مثلا يعمل لي selected على ال radio واحد تمام فحاجي انا بكل بساطة احكيله انه في عنا radio واحد هايو احكيله r1 dot selected dot set selected من اسمها هاي dot set selected انه اعمل لي selected على مين عليه تمام الان هادي radio واحد اللي انا بدي اعمل استدعي الدالة لاسمها set selected هادي بتاخد مني boolean ya true ya false لان لو انا اجيت حطط لها true فمعناها انه خليلي radio button الاول عبارة عن selected خليلي يا ايش selected تمام فاول ما تيجدع run بالشكل هذا هاي خلىلي radio button الاول selected واضحة طيب الان ايش ضل عنا ممكن انا اعطي radio button هذا النص اللي موجود داخل جنب radio button اعطي font واشياء هادي عادي فيش اي مشكلة باعمل باعمل اعطي فونت وباحدد وباكبر مثلا زي ما كنا نعمل في الجي text تمام طيب بس في جزئية انا انسيتها في موضوع الجي combo box بدي ارجع لها الان لو انا اجي اتعرفت الجي combo box بالشكل هذا وبيدي انا اضيف عنصر على اللي استتبعتي ففي عنا دالة اسمها في الجي combo box اسمها add item بتضيف عنصر تمام هاي add item بتضيف عنصر فحاجة احكيله مثلا ضيف عادل مثلا او حاجة ماشي فالان هادي لما انا استخدمت الدالة اللي اسمها add item هتضيف عنصر على combo box وين بتضيفه هتضيف لي في الاخر فحاجة اعمل run file شكل هذا هاي اضافت لي اخر حاجة وهي اللي خلت عليه selected شايفين هاي عشان selected هادي خلته فانا بدي ااجي اعمل run file اضافته اخر اشي هاي مين انضاف اخر حاجة فهانا انا ممكن انشئ ال g combo box اني انا اعرف مصفوفة وهذه المصفوفة احط فيها element بعدين امررها لا g combo box او ممكن اعمل بالشكل هذا اعمل مصفوف اعمل g combo box واستخدم ال constructor الفاضية واضيف عناصر بالشكل هذا انه انا اعمل باستخدام الدالة اللي اسمها add item مثلا هانا نحكي رواق بالشكل هذا تمام واضح الامور اذا هيك احنا بنكون تقريبا غطينا تعرفنا على معظم العناصر الموجودة في البكيج اللي اسمها swing واي عنصر انا بدي انشئ او اي عنصر او اي component بدي اضيفه على frame تبعي ايش بدي اعمل بدي انشئ منه object وبعد ما انشئ منه object ايش هعمل هعمل اضيفه على frame واستخدم اني اضيفه على container فهي زي ما تشايفين هاي g combo box ضيفنا فيها element تبعونا تمام فهيك احنا غطينا اغلب component زي ما انتو شايفين ايش بنعمل طريقة سهلة object من component وبعد اضيفه على container تمام هنكمل انشاء الله في الموضوع button وكيف نعمل action على button والg combo box والاشياء هادي هيك احنا جهزنا باعتبار انه جهزنا component والframe تبعتنا ضل علينا نعمل action على component اللي موجودين عنا هذا حكمنا ان شاء الله في فيديو تاني يعطيكم العافية